السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي اليوم في فيديو جديد كيف تلاحظون معي جبت لكم اخر صيحات الموضة بالنسبة للفساتين لفصل الصيف كذلك تنصيقات عديدة وكذلك لزون سنبل لبنات اللي مهتمت بهذه النوعية ديال المحتوى مع لكم غير انكم تنضمن القناة تشتركوا وتفعلوا الجرس باش توصلوا هيدا بكل فيديو كنت نسلونيكم في القناة بالنسبة ل هذا الموضة نسلونيكم في اللبسة كيف ما كنتشوفوا عباية دو بياس كتجيب الحزام كذلك هذا الصروة يقصر الفصلة على الكتاف كتجي حاجة عصرية بلونكاسي كامل حتى الفولار كيف ما كنتشوفوا معي كذلك هذا الشوميز الفصلة كيف ما كنتشوفوا القدام كتجي شوية قصيرة على النور وكتجي كذلك بالحزام كين موضيل جديد كيف ما كتشوفوا هذا الموضيل هذا كيجي هيدا منبت وكيجي على شكل فراشة كيف ما كتلاحظوا معي وكيجي واسعين والفصلة شي حاجة جديدة ويمكن لكم أنكم تلبسوهم هيدا نفس اللون كين كذلك كيف ما كتشوفوا كين هاد الفساتين لكيجي هم هدو بياس كيجي بصدفة مضابلين فيهم هاد الابيض الاسود وفيهم كذلك هاد بلونكاسي مع البيج كين هاد بلومارين مع الشيبي وكين كذلك كيف ما كتشوفوا هوا مملو ملبوسين كين هاد البيج كين كذلك هاد موضيلات هادو ديال فساتين الخراجات اليومية لفصل الصيف كيجيوشي حاجة طب البنات في اللبسة كين هاد الانصوم كذلك هاد الانصوم المختلف فعلاء اللي كنشوفه دائما فيهم هاد اللون وفيهم الوينات فقط وفيهم الاخرين كيف ما تشوفوا معي في تتمية الفيديو سرور كيف ما كتلاحظو كيف ما كتلاحظو كيف ما كتلاحظو كيف ما كتلاحظو التنورة فيها جوج الوينات والفوقاني فصلة ديالك تشي شي حاجة حاجة عصرية في الماغو مغلوق وكين كذلك موضيلات جديدة الموضيل الأبيض والأسود الفصلة عصرية الفصلة مزيونة المناسبات كلوش وطويل الفصلة الطب المنزل الآن المنزل المنزل الاستخدام المنزل العظم الصغير نظر المنزل موضيل جديد موضيل عصري وكذلك في إطار الأناقة للمحجبات كان هذا الفستان هذا اللي كي يجي كيفما كتشوفوا هذه المناسبات كي يجي بالحزام كي يجي فيه جوج أنواع ديالتوب وكي يجي راقي البناس لبنسبة الفصالة دياله لبنسبة لتناسق الألوان كان هذا الشميز هذي كيفما كتلاحظه عن طريق ذبه تهيل فصالة ديالة شي حاجة جديدة مع نسقطه هنا مع صروة في اللون الأبيض كان هذا اللونسون في اللبسة يجي مزيون في اللبسة بالنسبة للتصنر وفقاني دياله والشوميز اللي كتجي في فصالة ديالة عادية كيفما كتلاحظو وبنسبة الكمام تقريبيا بهذا بصضيفات مجموعين بالنسبة للموضي الرسولة انجر نقبل كين هذي شيبي الأزرق مفتوح يكون طويل وانيق في اللبسة الشوميس طويلة وكين القريم مفتوح بالنسبة لكمام يكون هذا قليلاً وفيهم احتى اللون يدرج على الممضة هذا الأورنج مفتوح كيف تلاحظون الكمام يكون واسعين هذا الشوميس طويلة ومستورة للمحجبات يريدون أن يكون مستورة وفي نفس الوقت تكون مستورة لكن هذا الفساتين كما قلت لكم لفصل الصيف للمحجبات نحاول أن نقنز لكم الجديد دائماً فيما يخص هذا النوعية للملابس محجبات وكذلك الناس لغير المحجبات فكلوا وحداً على حسب الاختيارات على حسب القناعة وكذلك موضيل فيهم الأزرق وكذلك الباج مفتوح يجو من نبتين كيف لا تشوفه ملفقه يجو بزيفه تحت وقت يوجد طوالين يوجد الأبيض يوجد نفس اللون السروة يوجد راقية يوجد مزيونة يوجد الأورنج يوجد اللون يدارج على الموضة يوجد مزيون في اللبسة يوجد تنصيق مزيونة يوجد تنصيق محجبات يوجد الفساة والفوق يوجد مزيونóg progressive خمسة الألوان الزيت والأسود بمعبلومارين فساتين فساتين عصرية طوب صيفي طوب صيفي فساتين الغوز والمطارد والمفتوح والألوان في الفيديو والأخضر والأورانج والألوان والألوان والكمام والأسود السروان والألوان والمثال مفتوح وأخضر مفتوح والألوان والألوان وكذلك يجب الوضع الموضع يجب الوضع يوجد موضيلات فساتين في الغوز يوجد موضيلات فساتين في الغوز يوجد موضيل جديد يوجد موضيلات كبقاء يوجد نجعل فيها تنصيقات تركية تنصيقات تركيز و تنورة يوجد جوجينة و أسود يوجد ملونقا يوجد شمس تنورة يوجد تنصيقات غوز تمزل منزل تنصيقات تركية وشميس كاتجي هيدا واسعة في حاجة عصرية بالنسبة للموديل في اللون الأسود كان فيهم هذا الباج مفتح كيفما كتلاحظوا هنا ينسقط معه الفولار في اللون الأخضر وكان هذا الموديل كذلك تهوى في اللون الأبيض كيفما تشوفوا معي البنات اللون الأبيض اللي هو توندونس هذا الموسم بالنسبة لفصل الصيف سنة 2023 كان كذلك هذا الموديل يجيب لحزام فيهم جوج الوينات كيفما كتلاحظوا البنات يجيب نصطوق والكمام يجيب مجموعين يجيب مزيونين في اللبسة بالنسبة للموديل هذا الفساتين بصراحة يجيب مزيونين في اللبسة يكونوا بلحزام إنما يجيب مجموعين على النص ويجيب طوالين يكونوا بردين لفصل الصيف فيهم هاد الأبيض والماغو مغلوق فيهم الوينات اللي شوفنا قبل كذلك هذا الموديل هذا الموديل كي يجي هيدا تخوة بياسر وكي يجي واسع والفوقاني كي يجي هيدا من بطع الجناب كيفما كتشوفوا معي كيفما كتشوفوا المناسبات كيفما كتشوفوا المناسبات كيفما كتشوفوا كيفما كتشوفوا معي في الفيديو فيهم الألوان فيهم اللون اللي شوفنا قبل وفيهم هاد بلونكاسي وفيهم كذلك الأورانج اللي كي يجي هيدا مزيون في اللبسة كين الأورانج مفتح وكين الأورانج مغلوق هذا كي يجي مفتح وكي يجي مزيون في اللبسة الوينات اللي تندونس كنحاول انني نبقى نزليكم الجديد كذلك في الوينات كين هاد الغوصفوشيا كيفما كتشوفوا نفس الموضي لانما اللون اللي كي يجي هيدا مبدل فالبنات اللي كي يبغيوا هاد نوعية ديال المحتوى يبغيوا يتعرفوا على الجديد دائما ويبقوا يتوصلوا بكل فيديو كننزلوا في القناة مع لكم البنات غير انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الكل هو اللي كي يخليكم انكم توصلوا بكل فيديو كننزلوا في القناة وكذلك لا تنسوناش اللي لايكات اللي كات سجعني هاده دائما نبقى نزل لكم الجديد فيما يخص هذا النوعية انا للمحجبات وكذلك لغير المحجبات فدائما الجديد فيما يخص هاد النوعية ديال الفستين كذلك فستين للمناسبات كين تنسيقات طيفية تنسيقات تổقية وكين كذلك نزل لكم دائما الجديد نزل موضيل جديد وموضيل عصري فستان مختلفة ومتنوعة بالنسبة لزنسامبل وكذلك الفساتين والشميس في هذا الفيديو مرحبا بكم لبنات كاملين اشتركوا كما تلاحظوا هنا اعجبوا فيديو فساتين يتم مخصص ايضا اضافة كوربي اغانية حرّوانية اغانية كوربي جوج الوينات اغانية نقاطية فستان يجب على شكل فراشة كذلك الموضيل للمناسبات يجب واسع ويجب روعة يجب الأزرق ويجب الوينات كذلك موضيل جديد فستان يجب المناسبات يجب كامل المنبت وكذلك على صدر حتى النص كما تلاحظون في هذا الموضيل ويجب الحزام بالنسبة للموضيل فستان جديد فستان عصري بلومارين ويجب المناسبات فصلة عصرية بالنسبة للفستان كذلك موضيل هذا في الزيتي وكذلك مضيل وياسة الأورنج كيف تشعر الوينات هذا الموضيل أعجب للبيد الجديد ان شاء الله.